السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد نتكلم في هذا الفيديو عن there was there were يعني كان يوجد أو كان هناك نشوف الفرق بين استخدام there was و there were كما نعلم is بمعنى يكون or بمعنى يكون was كان where كان is was نستخدم في المفرد إذا كان عندنا مفرد نستخدم is was are where إذا كان عندنا جمع present بالمضارع يكون was كان بالماضي are يكون where كان قبل درسنا there is there are الحيب يرجع عليهم بمعنى يوجد اليوم راح ندرس there is there was there are there were there was a small apple in the box كان يوجد اذا ترجمها كان يوجد او كان هناك a small apple تفاحة صغيرة in the box في صندوق إذا ترجمت there was وأيضا there were نفس الترجمة there was كان هناك أو كان يوجد there were كان يوجد او ايضا كان هناك لكن was مع المفرد وار مع الجمع there was a small لاحظ بمعنى one مفرد a small apple in the box there were six glasses كان هناك ست اكواب لاحظ there was مع المفرد بمعنى كان هناك there were مع الجمع بمعنى كان هناك أو كان يوجد there was a lot of sugar there were a lot of bugs there was كان هناك a lot of كثير من sugar السكر لاحظة استخدمنا a lot of a lot of بمعنى كثير من نحفظها a lot of ممكن a lot of هي نفسها lots of lots of ممكن a lot of أو استخدم lots of there was a lot of sugar كان هناك كثير من السكر لاحظ شغر غير معدود المعدود يعني نعمل معاملة المفرد درسنا المعدود والغير معدود كانت بالأن كانت بالنسبة في فيديو سابق اللي حبيرجي عليه إذن نعمل معاملة المفرد معاته was نستخدم there were a lot of bugs كان هناك الكثير من bugs إذن الحشرات اللحظة أيضا نستخدم a lot of مع المفرد ومع الجمع يعني مع المعدود وغير معدود نستخدم a lot of كثير من صحيحة there were a lot of bugs كان هناك الكثير من الحشرات لاحظ bugs جمع نستخدم معها where sugar مفرد نستخدم معها was there was an egg كان هناك بيضة أو كان يوجد بيضة there was a snake كان هناك أو كان هلاك أفعى أو كان يوجد أفعى اللحظة استخدمنا an a كما قلنا الآن إذا كان vowel letter حرف صوتي كما قلنا الآن إذا كان i i o u e a دائما نذكر الآن يأتي بعدها vowel letter كما قلنا o face a a العيون eyes eye nose الأنف u mouth الأحرف نستخدم معها a نريد لشكل سؤال there was a problem in the car إذن problem نحفظها مشكلة there was a problem in the car كان هناك مشكلة في السيارة نريد أن نحول السؤال فقط نضع was في بداية الجملة تصبح was there there يعني هل كان هناك ونكمل جملة كما هي نضع any بدل a إذن any نستخدم بحالة السؤال بحالة not was there any يعني أي problem أي مشكلة in the car في السيارة اللحظة نفس الجملة نفسها تماما بس عبارة ووضعنا واضف في ذاتة الجملة was there any problem in the car هل كان هناك أي مشكلة في السيارة yes أو إذا كان no was there تصبح there was yes there was نعم كان يوجد no there wasn't no كلا لا يوجد إذن به الشكل هذا الإجابة yes there was no there wasn't isn't الجملة الثانية there were some trees in the yard كان هناك بعض الأسجار في الباحة أو الساحة نريد أن نشكل السؤال فقط نضع where في بداية الجملة تصبح where there تصبح هل كان هناك نكمل الجملة كما هي فقط بدل some نضع any where there any trees in they are question mark نفس الجملة تماما where there any trees in they are هل كان هناك أي أسجار في الباحة لاحظ أثناء السؤال نستخدم any وأيضا راح نشوف مع النفي أيضا نستخدم not نريد أن نجيب على هذه الجملة نكتب yes no where there نقلب برة ثانية yes there were no there were not there weren't where there هل كان يوجد yes there were نعم كان هناك ممكن some trees بعض الأسجار no there any trees كلا لم يكن هناك أي أسجار نريد أن شكل سلب هذا الجملة there were some people كان هناك بعض الناس فقط نضع where في ذات الجملة تصبح where there where there 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 where there there رجعها يعني نعم كان هناك بعض الناس كلا لا يوجد هاي إجابة قصيرة أريد إجابة طويلة مثلا كان هناك شخصين إجابة قصيرة نعم كان هناك بس ما حددنا العدد هل كان هناك أي ناس لا لم يكن هناك لم يكن هناك أشخاص أو أي ناس إذن فقط نضع في بداية الجملة نريد أن ننفي هذا الجملة كان هناك بعض الحليب نضع there was ونضع عليها not there wasn't أو نكتب was not there wasn't بدلا تسمى نكتب any any milk there wasn't there wasn't any milk لم يكن هناك أي حليب أو لم يكن يوجد أي حليب إذن wasn't any milk نضع not بعد was some نحولها إلى any there were some books كان هناك بعض الكتب نريد أن فيها there weren't there was some oil there were some lights لاحظ oil غير معدود lights معدود غير معدود استخدمنا مع was مفرد معدود استخدمنا where بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم متكلمنا فيه عن there was there was هي الماض من there is there is يوجد there was كان يوجد أو كان هناك there were كان هناك أو كان يوجد الماض من there are أيضا تعلمنا كيف ننفي الجملة فيها there was وthere were تعلمنا أيضا كيف أشكل سؤال باستخدام there was وthere were تعلمنا كيف أشكل سؤال was وwhere فقط نضعها في بداية الجملة وكيف أجيب was where أتمنى قدمت شيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو لأصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته